ما تحكم ماذا سيكون موقفك من الإخوان أنا موقف الإخوان معروف ومعلن ومشاهيره الإخوان ضد الدستور الإخوان ضد الدستور في أربع حاجات وهم ما أعلنوش ما يفيد عكس ذلك هم ضد الدستور وهم يخلطوا أوراق الدين بأوراق السياسة وبيستخدموا الخطاب بيدفوا على خطابهم السياسي قداسة دينية وأنهم عندهم نزعة طائفية واضحة في كل برامنجهم وأهدافهم متوجهاتهم ومورساتهم وأنهم أخيرا ليسوا مشروع وطني أيوة يعني لن يكون لهم مكان دستور اللي قال اللي ملتزم بي أنا ملتزم بالدستور 2014 وملتزم بالتعدادات القولية تعلية رغم أننا عرضتها ودفعنا ثمن فادح قدام معرضتها بس دعينا للتصويت ضدها وخدنا نسبة مقاوية معقولة في التصويت ضدها ألما بأننا لم يسمحنا نرجع تاني الموضوع الإخوان فحضرتك ضد أي وجود ليهم أو ممارسة سياسية داخل مجتمع المصر أنا والدستور حضرتك مش رئيس الجمهورية الفرد المخلص اللي بيشتغل من نفوخه ده رئيس الجمهورية المستند على دستور 2014 بيقول ليس هناك مكان للإخوان فعندما تكون رئيسا لن تتفاوض معهم لن تتصالح معهم لن أتنازل عن الالتزام بالدستور إلا أنا رفضت بعض بنوده مرة أخرى واخبارك وقول لي لا يمكن هيحصل تغيير دستوري بإرادة من شخص رئيس الجمهورية لو بقيت رئيس الجمهورية مش أغير دستور ده بإرادة مني أو بإرادة من مؤسسات تباعة ليا واخبارك الدستور يحترم ولا يتغير إلا بإرادة مجتمعية الشاملة خلينا نطلع فصل إعلاني